وكأن الحياة ما إلها طعم والأوقات الحلوة عم نحس إنها مش منحقنا وعايشين اليوم بس منستنى خبر سيء تاني ييجي وفكرة إنه نسبع خبر حلو بالأخبار صار إشي شبه مستحيل بس شو نعمل بهالحالة؟ كيف منقدر نتعايش مع هالوضع؟ شو منقدر نعمل؟ كتير بقهر الإشي بس نشوف فيه ظلم بالعالم والعالم ساكت وبيبرر المصائب اللي عم تنعمل لما نشوف الناس اللي بتآمن المفروض بحقوق الإنسان وبتناشد فيها صارت عمية وما إلها صوت أو تأثير بأشد وقت المفروض ينادو فيه ولما نشوف ناس من العرب ما بيقاطعوا منتجات الأعداء وبيحكو لك هاي مش قضيتي الخوف والألأ اللي بعانوا منه أهلينا في فلسطين واللبنان أنا ما بقدر أتخيل حتى شو الخوف اللي حاسينه أنا جربت أعيش بحرب وقت حرب لبنان ب2006 اللي عشتها مدة أسبوعين بس وكنت صغيرة لكن بتذكرها لهلا بتذكر الخوف لهلا وهادو أنا كنت صغيرة وبس أسبوعين فما بالك غزة اللي بهالشهر صار لهم سنة بهالحرب غير الاعتداءات الدائمة لسنين طويلة وقبل هاي الحرب أصلا كل هاي الأمور بتأثر علينا وبتكون جواتنا غضب كتير كبير بيخنق فينا وبيبلش يبين بكل جوانب حياتنا وحتى الخوف والألأ خصوصا الناس اللي عندهم أهالي بالمناطق المستهدفة أنا بصراحة أعدت فترة بحس إنه ما في داعي أعمل أي إشي فقدت الشغف بكل إشي بحب أعمله وبعد ما شفت هاي الخريطة لبين قوسين بلادهم العظمة وخصوصا بعد ما استوعبت قديش العالم غافل عن الحق جد بطل عندي الشغف يمكن أنتوا عم تحسوا بنفس الشعور يمكن عندكم نفس التخوف يمكن كمان بطل بدكم تشتغله بالضبط مثلي بس فيه إشي وقفني عند حدي وخلاني أفكر مظبوط هو هذا الجزء من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد قتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف بكل خططهم والاستراتيجيات اللي بيعملوها وفكرتهم إنه هم اللي عم بغيروا العالم هاد مش منهم هاد كله مكتوب من عند الله فعلا لو كلهم اجتمعوا إنه يضرونا ما رح يضرونا إلا باللي الله كاتبوا إلنا وممكن السؤال ييجي طب ليش ننضر؟ ليش هيك عم بصير معنا؟ وهات سؤال منطقي بس بيجي من قلة إيمان أنا مو دارسة شريعة بس أنا بنت بسيطة بتحاول تفهم دينها صح وتعيشوا بحياتها وتتخذوا كمصدر قوة إذا نحنا من آمن إنه هاي الدنيا رايحة فعليا ما رح يفرق معنا كيف نموت ليش برأيكم أغلب الناس المسلمين ما بيخافوا من فكرة الموت؟ الموت عندهم عادي لأنه هاي الأشياء متغلغة بتربيتنا وديننا إنه هاي الحياة نحنا عايشينها للحياة الآخرة كل الناس اللي ماتت هدول شهداء نيالهم عند الله نيالهم بالحياة اللي رح يعيشوها بالآخرة الآخرة الباقية للأبد اللي ما منموت فيها بس هاي الحياة كلنا منموت فيها آخريتنا نموت واللي كلنا منتمنى يكون عنا حسن الخاتمة وما في أحسن من حسن خاتمة الشهيد طب ليش هالحكي بيقوينا؟ لأنه منعرف إنه أجلنا مش بإيدهم منتذكر إنه مش هم المتحكمين بمصيرنا نهائيا في رب أكبر منهم كلهم اللي حكمة بكل إشي بيعمله رب العالمين بيقول وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون كل اللي منقدر نعمله إنه نصبر طب ش اللي بده يخلينا نصبر؟ الله ما عطينا الحل الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ما منصبر إلا لما نتذكر إنه نحن ملك رب العالمين ورح نرجع لإله واللي بيصبرنا بزيادة على هذا الإشي لما نعرف مين الله ونتعلم أسماؤه الحسنة ونعرف صفاته منهم لما ننشوف كيف نجى الأنبياء من مصائب كبيرة لما ننشوف كيف نجانا نحن من أشياء صارت معنا كلنا صار معنا مصائب اللي هلا بس منتذكرها اللي أكيد يمكن أثرت علينا بأي شكل من الأشكال لكن نعرفنا نتعايش معها صبرنا وأله عوضنا لما نتذكر هالشي أنا شخصيا بحس مائلهم قوة علي نهائيا أكيد بخاف وزعلانة كتير كتير على اللي بصير بإخواننا وخواتي وبنتكس مراتي كتير كل ما أشوف منظر على الأخبار بداية لكن بحاول أذكر حالي بهالحكي بحاول أكون قوية طب شو منقدر نعمل عشان نساعد؟ أول إشي المقاطعة تعتبر من الاحتجاجات بطريقة سلمية بس بنفس الوقت جدا فعالة بسبب سلميتها لأنه ما بيقدروا يجبروا حدا يشتري منتج هو ما بدوا يشتري هاد بيفرج قوتنا وعزيمتنا ووحدتنا وبهيك منوقف دعم البلاد اللي عم تكون ضدنا نحنا اللي ما بيشوفونا كبشر أصلا بأنه نأثر على الحركات الاقتصادية لأكبر الشركات الداعمة كل ما نشتري إشي مقاطع نحنا بنفس الوقت عم نساهم بشراء أسلحة زيادة عم تهاجم إخواننا وتصنع بروباقاندا ضدنا كعرب ومسلمين ثاني إشي منقدر نعمله إنه نثقف حالنا أكتر على قضيتنا العربية بأنه نحضر مناظرات عن الحرب اللي عم تصير نفهم وجهة نظر الإعلام الغربي أكتر ونحاول نحكي كلمة الحق كل ما نقدر نتقف من ناحية الإعلام بشكل عام ونعرف كيف بيقدروا يغيروا وجهة نظر الشعوب باستخدام استراتيجيات معينة وما نكون فريسة لهالهجوم المتوحش على عقولنا هاي الأشياء كلها بتأوينا وبتوحدنا وإن شاء الله بميزان حسناتنا وآخر إشي منقدر نعمله هو الدعاء ندعي الله يهون على إخواننا ونتذكر أول الله ولا تحسبنا الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعين رؤوسهم لا يرتدوا إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء في يوم الله رح يعطي كل حدا حقه ما منستنى حقوق إنسان ولا شخص يحن عليهم إحنا عنا الله اللي خالقهم كلهم وبعرف نقطة ضعفهم رح يجي يوم اللي ينشف غليل كل شخص مظلوم وبس تذكرنا هالحكي ما توقفي شغل على حالك ولا على مستقبلك توكلي على الله وخليكي قريبة منه مش هم اللي مستقبلك بإيدهم مستقبلك بإيد الله وحده بس والمزل اللي بتيجي لما نسأل المساعدة من غير الله والرعب بنحط بقلوبنا لما ننخاف من حدا غير الله أنا كتير مبسوطة أني جزء من رحلة التغيير تاتك ضلك مقامنة بأله وبحالك رح أشوفك عن قريب بالحلقات الجاي مع السلامة